تتواصل فعاليات مهرجان العيد الوطني الذي تنظمه وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان ضمن موسم أعياد البحرين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعى مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية وشهد المهرجان إقبالا جماهيريا واسعا في ثاني أيامه كما يشمل المهرجان على العديد من الفقرات والأنشطة التي تعكس الإرث التاريخي والحضرية العريقة لمملكة البحرين وتعبر عن الهوية الوطنية كالعروض التراثية والحرف التقليدية والسوق الذي يعرض منتجات محلية متنوعة إلى جانب البرامج الترفيهية للأطفال ترجمة نانسي قنقر